السلام عليكم ورحمة الله أحبة الكرام مع اقتراب يوم 36 الذي تحشد له بعض القوى ضد حكم الرئيس محمد مرسي ماذا ينبغي أن يكون موقفنا بداية من الواضح أن الأمور في تصعيد قد يؤدي إلى قتل وقتال هنا على المسلم أن يفكر على أي شيء يقاتل لأن هذا يحدد ما إذا كان دفاعه ومناصرته في سبيل الله وهنا لابد من التفريق بين مكانين أما في الساحات التي نزاعها على بقاء الرئيس أو إسقاطه كمحيط قصر الاتحادية مثلا فقد بينا عبر السنة الماضية أن الحكم الجديد رفع شعار الإسلامية التي تحقق للناس خير الدنيا والآخرة ثم لم يفي به بل كرس منظومة الحكم الوضعي وخذل الشريعة وكفان إخواني تمييعا وضبابية بعبارات مثل توجه إسلامي ومسح إسلامية وخطوة على الطريق قد بينا أنه ليست هناك خطوات على الطريق بل العكس تماما كما في حلقات كثيرة منها لا الشريعة أقمتم ولا الشعب ثم إن المسلم لا يقاتل من أجل ظنون مستقبلية وأمال عاطفية فيدافع عن واقع مشوه على أمل تحقق هذه الأمال من خلال هذا الواقع المسلم إنما يقدم روحه وجهده من أجل نصرة الحق الواضح فماذا بعد الحق إلا الضلال لذا فمعركة بقاء أو إسقاط الرئيس ليس أحد نتيجتيها رفع كلمة الله وشريعة الله بل في الحالين الشعار المرفوع أن تكون كلمة الشعب هي العليا والحقيقة رفع مصالح حزبية ورفع إرادة النظام الدولي المعادي لله ولأمة الإسلام والذي تتنافس الأطراف على خدمته وتقديم نفسها كمنفذ طيع لسياساته لذا فليست هذه معركتنا ولا ينبغي التواجد في الساحات التي هذا محل نزاعها فالقتال فيها ليس ليكون الدين كله لله وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن فمن قاتل أو مات لغير ذلك فليس في سبيل الله هذا عن الساحات التي محل خلافها بقاء أو إسقاط الرئيس وأما خارج هذه الساحات إن وقع عدوان على مسلم فإن حق الأخوة الإيمانية يوجب علينا الدفاع عنه لا نصرة لهذا الحكم الغير الشرعي بل نصرة للمسلم باعتباره مسلما إن اعتدي على مسلم في طريق أو محل أو بيت فحينئذ نعمل بقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه تشتد الحاجة لوضوح هذه المسألة ونحن نرى مجرمين يهددون باستهداف كل صاحب مظهر إسلامي فإيماننا يحتم علينا حينئذ ألا نخلي بينهم وبين ما أرادوا طيب ماذا لو وقع ظلم من بعض أنصار الرئيس على من ليس مستهزئا بالدين ولا معاديا للشريعة لكنه معترض على سياسات الرئيس حينئذ ننصر هذا المظلوم أيضا ونكف يد ظالمه بل وعلى فرض أن ظلما وقع على غير المسلمين فإننا ندفعه لأن الظلم منكر نحن مأمورون بتغييره ويكون دفاعك ونصرتك وقتالك في هذه المواطن التي تنصر فيها المظلوم أيًا كان يكون هذا كله في سبيل الله كل هذا بعيدا عن الساحات التي يتنازع طرفاها على تثبيت هذا الحكم غير الشرعي أو استبداله بحكم غير شرعي آخر إذن فأنصح من يهمه رأيي من إخواني أن لا يصطف مع أي من الصفين ولن أتطرق هنا لموضوع التسوية وعدم التسوية بين أفرادهما على الصعيد الشخصي فالعبرة بالمنهج الذي يناصره كل فريق ومع تباين المنهجين وعدم تسويتنا بينهما فليس أي منهما بالمنهج النقي الحق الذي تبذل من أجله الأرواح وأعتقد أن هذا يحل إشكالية لدى الكثير من إخواننا الذين يتفقون معنا في عدم شرعية هذا الحكم لكن يدعون إلى الوقوف مع أنصار الرئيس تفضيلا لهم على الفريق الآخر الذي كثر فيه أعداء الشريعة الصرحاء هذه الأفضلية إخواني لا تبرر نصرتهم لا تبرر نصرتهم على قضية باطلة في حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ولم يقل عليه الصلاة والسلام تناصره على باطله إن كان أخف من باطل غيره النقطة الثانية المهمة جدا إخواني أنه لا بد في هذه الآونة أن يظهر وبقوة حراك إسلامي يتمايز عن الصفين ويتبرأ من طرحهما وهو ما بقيت أدعو إليه منذ خرجت من الأسر قبل سنة ونصف حراك يؤكد على أن الإسلام لم يدخل المعركة بعد وأن ما حدث خلال العام الماضي لم يكن تمثيلا صحيحا ولا جزئيا للإسلام في الحكم هناك كثيرون ممن يحملون هذه القناعات لكنهم متفرقون جهودهم غير منسقة وقد آن الأوان أن ينسقوا جهودهم وينزلوا للساحة أهمية ظهور هذا الحراك وعمله بفاعلية في الساحات تكمن في عدة نقاط أولا أنه الحل الصحيح لمن يرفضون أطروحتي الطرفين ومع ذلك لا يريدون أن يكونوا سلبيين تجاه هذا الصراع وهنا نتساءل حقيقة لماذا يتعامل إخواننا مع المسألة وكأنه لا بد من الاستفاف في أحد الجانبين ومناصرة باطل على باطل أشد منه لماذا لا ننسق جهودنا في تيار ثالث نقي ثانيا ظهور هذا التيار يفوت على الفلول والكنسيين فرصة اختزال الحكم الإسلامي في هذه التجربة الحزبية الفاشرة ومن ثم إقصائه بإقصائها أولئك الذين يجاهرون بأنه بعد إسقاط الإسلاميين فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ثالثا أن بروز تيار نقي يفوت على أنصار الرئيس في المقابل الاستمرار في مهزلة الحشد باسم الشريعة والتعامل مع الشريعة كشيخ ضرير تستحيى رفاته بعد تم قبره ويقاد إلى الميدان ليجتمع الناس حوله رجاء بركته حتى إذا منتهى دوره أرجع إلى قبره من جديد الأهمية الرابعة والأهم لظهور هذا التيار المتمايز هي استنقاذ عقائد الناس استنقاذ عقائد عموم الناس من تلوث المشروع الإسلامي في أنظارهم وهم يرون جميع الأطياف الإسلامية في نظرهم تؤيد هذا الحكم المشوه فيرون أن المشروع الإسلامي برمته استنفد سهامه في هذا الحكم ورضيه ممثلا له ودافع عن باطله حتى لو لم يؤدي ذلك الاختزال إلى تشوه صورة الإسلام بذاته في أذهان الناس فإنه سيؤدي إلى رفضهم مبدأ الحكم الإسلامي برمته على الأقل من باب عدم وجود من يصلح للقيام بهذا الحكم ما دامت الأطياف الإسلامية مجتمعة على نصرة هذا الحكم الممسوخ الذي لا أقام شريعة ولا لبى مطالب الناس المشروع استفافنا في جانب مؤيدين رئيس سيسهل مهمة الفريق الآخر الذي يريد اختزال المشروع الإسلامي في هذا النموذج الفاشل ويجعلنا سببا في فتنة الناس عن دينهم فما الذي يجبرنا على ذلك ما دام بإمكاننا إظهار تيار ثالث نقي هنا نقطة مهمة جدا إخواني كثير مننا عندما يريد أن يتخذ موقفا من الأحداث فإنه يسيطر على تفكيره كيف يحمي نفسه في هذه المعركة التي يريد فيها الآخرون استئصاله بينما جدير بنا أن نمتثل قول الله تعالى فلا تخشو الناس وخشون كيف نخشى الله بنصرة الشريعة التي خذلها كثير مننا وشوه صورتها في أذهان الناس نصرتها توبة إلى الله من تقصيرنا هذا الذي ينبغي أن يسيطر على أذهاننا عندما نريد اتخاذ موقف وحينئذ فإن الله يدافع عن الذين آمنوا أما إن صدرنا في الترقيع والتميع خوفا على أنفسنا فحينئذ يكلنا الله إلى أنفسنا ويسلط علينا من خشيناه كخشية الله أو أشد خشية نصرة الشريعة تستلزم في هذا الموقف حركة ونشاط طيار ثالث نقي متمايز لا يتاجر بالدين كما لا يتاجر بقلة الدين طيار يعلن براءته من منهج الفريقين لا لحسابات دنيوية ولا لعدم وفائهما بالمصالح المعيشية بل ديانة وحفاظا على جعل الأمر كله والحكم كله لله رب العالمين طيار متجرد من حضوظ النفس بحق يعيد صياغة الشعارات المعظمة للشريعة على وجه يخلصها مما علق في أذهان الناس من متاجرة البعض بها لكسب الأصوات الانتخابية ويبين أنها لا يجوز أن تكون مجرد الشعارات وإنما هي منهج حياة وبرنامج حقيقي للحكم ويعمل على صياغة هذا البرنامج ودعوة الناس إلى تبنيه عبودية لله أولا وتحقيقا للعزة والبركات المعودة ثانيا ولو بذلت في سبيله الأرواح هذا التيار هو الذي يستحق حينئذ أن يكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من يا رسول الله الغرباء قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي يصلحون ما أفسد الناس وفيهم من تسمى بالإسلامية يصلحون ما أفسدوه مما سنه النبي من دين وشريعة سيبدأون غرباء سيبدأون غرباء لكننا مستبشرون أنهم بعد مخاض سيكسبون خلوب الناس وثقتهم وبحبتهم ويقودونهم إلى خير الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا منهم ربنا استعملنا في طاعتك واجعلنا من أنصارك واجعلنا ممن يحببك إلى الناس ويحبب الناس إليك والسلام عليكم ورحمة الله